في الصباح الباكر تصدح أنغام السامبا في أحد أحياء ريو دي جانيرو فيما يتبادل الناس القبولات في الشارع فكرنفال هذه المدينة الشهير ينطلق الجمعة وفيه كل شيء مسموح هذه أفضل أيام الصنع في ريو وفي كل البرازيل وقبل مئة يوم تقريبا من كأس العالم لكرة القدم في البرازيل تتوقع بلدية ريو دي جانيرو استقبال 918 ألف سائح خلال أيام الاحتفالات الخمسة أي أكثر بنسبة 2% من السنة الماضية وهم سيختلطون مع مليونين من سكان المدينة المحبين للكرنفال نحقق في المهرجان كل أحلامنا إنها فرصة للترفيه لا أحد يتعرف علينا هذه هي غاية الكرنفال أما باقي سكان المدينة فيفضلون الفرار بحثا عن الهدوء وقد تمت حماية واجهة المباني في الوسط بألواح وثقالات فيما عززت الشرطة الإجراءات الأمنية في المدينة التي تستضيف تسع مباريات من كأس العالم من بينها المباراة النهائية في ملعب مراكانة ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية في العام 2016 ترجمة نانسي قنقر